الخلاف ده ظل قائماً إلى أن جاء اعتصام ربعة وعلى فكرة في حاجة محدش قالها قبل كده يا أستاذ ناشئة تعرف تم فض اعتصام ربعة وفقاً لأي قانون قانون فض التظاهر أو حماية المتظاهرين الذي أصدره مجلس البرلماني الإخواني اللي هو كان مجلس الشورى اللي كان رئيسه أحمد فهمي أصدر قانون اسمه قانون حماية التظاهر اتعدل بعد كده قانون 107 لسنة 2013 لكن في القانون ده قال إذا كان هناك تظاهر يترتب عليه أو تجمهر أو اعتصام يترتب عليه قطع الطرق هما كانوا خايفين من الاعتصامات السلمية التي كانت تخرج وقتها منوئة للإخوان منوئة للإخوان تحاول أن أقف هاوش اللها فربانة تعالى وللشرطة أن تستخدم القوة التي تمنع الاعتصامات اللي بتقطع الطريق أو تخرج أو تعطي المصالح الناس أو 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 لدرجة أنه في خطاب صدر من منظمة الهيومان رايتس وجهه للمستشار أحمد ميكي بعد صدور هذا القانون بيقولوله إحنا عندنا ملاحظات على القانون بتاعكم أنتو بتقولوا استخدام القوة ومحددتوش طبيعة القوة آه قلتوا نبتدي بالإنظار أولا ننذرهم ونقولهم أخرجوا عندكم ممرات آمانة آه بتقولوا في القانون أنه استخدموا خراطيم المياه آه بتقولوا في القانون استخدموا القنابل المسيلة للدموع بس بتقولوا بعد كده لو ظهرت بوادر عمف عمف منهم استخدموا ما تشاءون من القوة التي تعرفها قوات الشرطة وفق قانونها الله طيب ما هو ده اللي حصل وقالوا لهم في ممر آمن مفتوحوا خروجوا لكن كان فيه أسلحة وأحمد المغير قال إنه آه كان فيه أسلحة اللي هو أحد شباب الإخوان قال كان فيه أسلحة لكن تم إخراج تسعين في المية منها قبل الفض بيوم وأحمد المغير اعتبر إن دي خيانة وقال إزاي كلام ده يحصل طبعا فكرة استلاح والعنف وما زالت إلى الآن هذه الفكرة بين فريقين من الجماعة